هذا هو تشيز كيك الذي أبهرت بها عائلتي وضيوفي البنة دياله فريمو هيلة تشيز كيك موشي حطيبة في الفرنة ندل طبقة سفلية لنخدمها بالبسكويت ونخلط لها القليل من المكسرات التي تطيلها بنا هيلة وطبقة علية لتكون مزيج من كرام شنطية ولا كرام ماسكاربون أجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الشجام وخلوا لي تعليق من فضلكم جوفوا زنفيت باش الجمعية نحضرها تشيز كيك مع بعض أحباي حبيباتي السلام عليكم مرحبا بكم من جديد في قناتكم كويزين نوميديا مع وصفة جيدة لنهار اليوم لاني حنديرها نزولا لطالب إحلي المشتركات لطلبت مني وصفة تشيز كيك انتمنى ان شاء الله هاد المشاركة تكون تتابع فينا اذا باش نحضرها نحنستعمل البيسكويت خديت ميتين غرام من الكوكيز جو شوكولا متين غرام بسكويت وتي بورو وحوالي ثلاثين غرام من المكسرات فيما يخص البسكويت يخدوا اي نوع من البسكويت يحبيته فقط من الاحسن انكم تخلطوا مع البسكويت ديالكم النطر بسكويت يكون فيه لغو شوكولا فيما يخص المكسرات تخيروا اي نوع من المكسرات حبيتوا أنني حستعمل دينوازات انتم تقدروا تخيروا اللوز ولا الكوكيو كما حبيتوا وكما اشتوا بغامو كميات قليلة غير تخونتة جرام بعد مرحية البيسكويت 400 غرميه البيسكويت نضيف 100 غرميه الزبدة الدايبه نضيف حوالي ثلث مغارف كبار من شوكولات الطلاء نضيف شوكولات الطلاء نضيف حوالي الزبدة نضيف حوالي ثلاثة مغارف نضيف مغارف كبير نضيف حوالي ثلاثة مغارف حوالي نضيف مغارف خليط البيسكويت والزبدة وشوكولات الطلاق في البلاديالي ننسي نوزع مليح بهذه الطريقة حيث نضيف سطح يكون متساوي خليت آدت كيمة هدية حيث نعود نروحي ونعطي له سطح يكون متساوي في الجوانب فيما بعد نحن ندخل داخل التلاجة ونحن نحن نخدم الآن الطبقة الثانية خليت البيتران والباتور نضيف حوالي 500 غرام ملاك خيم ماسكاربون نضيف مقادير مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية في صندوق الوصف نضيف شوكولات الطلاق فقط للأمانة الوصفة الأصلية هي 300 غرام من شوكولات الطلاق ولكن هنا سنستعمل 270 غرام لأن أفراد العائلة لا يحبون بشكل جيد حتى تشعر الكريمة قويات تشعر الكريمة اضيف لكن احضر الكريمة احتمال الكريمة تحتاج إلى تحصل على الكريمة تكون ملساء و هذه الكريمة ستقوني مزيج لكريمة ممزيج ماسكاربون مع شوكولات الطلاق يعني أطالي واحد الكريمة في منتهى الروعة والبناء نضع الكريمة من البول البيترال نضعها في ايناء و ندخلها داخل التلاجة لنستعملها فيما يخص الكريمة نستعمل هذه الكريمة لنجد فدرة الشانتية في المغاربة لذلك نشرها لدينا المغاربة يقوم بعمل 4 مغاربة نستعمل هذه الكريمة نستعمل 2 مغاربة نستعمل 1 مغاربة نستعمل لكم 1 مغاربة نستعمل لكم 1 مغاربة مالذيك نستعمل 1 مغاربة نستعمل بشكل مغاربة نستعمل زج كريمة نستعمل كريمة نضيف كريمة الشانتيي نضيف كريمة الشانتيي نضيف جميع المكونات نضيف كريمة الشيس كيكل كريمة ملسة ورغوية ومثل من بنينة نضيف كريمة كريمة نضيف الكريمة نضيف كريمة نضيف كريمة بها كريمة لدينا اقوم من بالسطح نضيف كريمة سوف نقوم باستخدام الكريمة باستخدام الكريمة نضع تشيز كيك داخل الثلاجة ونضعها على الأقل ثلاث سوائع حتى الكريمة تشد مليحها نضع تشيز كيك داخل الثلاجة ونقوم باستخدام الكريمة نضع تشيز كيك داخل الثلاجة ونضع تشيز كيك داخل الثلاجة نضع تشيز كيك داخل الثلاجة نضع تشيز كيك داخل الثلاجة نضع تشيز كيك داخل الثلاجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضطلقون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نزيلوا بطريقة وفي الأخير نتمنى أن الفيديو لي اليوم يكون عجبكم إذا عجبكم لا تنسوا في الشجام للفيديو خلوا لي تعليق من فضلكم وبرتجيوه مع أحبابكم وأصدقائكم لتعوم الفائدة وأدعوكم للاشتراك فضلا ليس أمرا لدعم واستمرارية القناة ميغسي بكو أشكركم جزيل الشكر أستودعكم في أمان الله وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد